السوربريز هي بتتذكروا المرة الماضية نايا كان جاي عباني الريسيبي فيها سوس أبيض ومشعوم وهيك وصفة طليانية صحيف فاليوم انا شو عملت لك جايبت لك هاي الريسيبي بطريقة كتير هلفي وكتير رح تحب بي صراحة يعني انا قدمت الفقرة على انه هي فقرة صحة وتغذية بس متل ما حكينا انه عن جد النكهة بتاخدك على غير بلد فهلأ راما رح تاخدنا سياحة عاييطاليا بهي الريسيبي اه الصحية اكيد طبعا بس هلأ السؤال اللي بدي اسألك يا انه هل هي النبتة مستوردة من ايطاليا ولا لوكل سؤال قوي النبتة هي لوكل بس ماها جنسية اكيد يعني ما عندي شك فضل حاسستها ستايليش وفريعي ومتحمسة اكتر للرسل مية بالمية السؤال هلأ هو كم كالوري السؤال المعتاد طبعنا يا هلأ البورشن طبع الوجبة اليوم بورشن كبيرة يعني مغذية فهي وجبة كاملة متكاملة تعطينا 750 كالوري ولكن 80 جرام اف بروتين اسو بيسيكي هل سبع مية وخمسين فينك تقولي 60 بالمية منها هي من البروتين طب والفات والكارب ممتاز الأسئلة المعتادة تبعاتنا الفات فيها 25 جرام اف فات انا هلأ بحكي لك التفاصيل بالنسبة للكاربس فيها 50 جرام اف كاربس وكيز هي الكمية المناسبة بالوجبة خلين نعول لوجبة الغداء ممتاز لكن انا رح اتركيك لحتى اتخبري المشاهدين اكتر عن المقادير وبجي وقت لدواء اكيد هذا الشي طبيعي هلأ رح بلش تطبيق الوصفة بس اول شي رح اعطيك هون المكونات عندي هون 250 جرام صدر دجاج عندي هون 50 جرام واتزاريلا تشيز وعندي ربع بانادورا شرائح عندي ثلاثة مشروف زي ما قطعتهم شرائح ملعقتين طعام من كريمة الطبخ القليلة تدسن جدا يعني فيها 0.1% مع ربع كوب حليب وهون في عندي كوب ونص باستا مسلوئة يعني نافذت الكوب ونص بعد ما سلقت الباستا وهلأ رح بلش تطوير الرسيبي معكم اول الشي رح بلش به صدر الدجاج هلأ هي الرسيبي بتوقع شايفينا كتير ورح تستغربوا انه هي كدبي اهلثي رسيبي او ممكن تكون وصفة صحية ولكن هي كتير وصفة صحية ومغذية هلأ قطعنا صدر الدجاج بالنص رح ضيف عليها الموزاريلا خمسين جرام موزاريلا والموزاريلا كمان جايبة موزاريلا لايتس هلأ رح حط البنادورة والبيزل اللي مجنسة وحطنا لناية كمان بلنا اوكي هلأ ملح وثلفل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة